السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالله ما صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت تمنى أنكم تكونوا كلكم بخير على خير وما يكون خاصكم حتى شي خير. الفيديو ديال اليوم بيتنشاركم على الناس اللي كتتسول على الزبدة البلدية. الأصلية ويكونوا كيبير تقدوها ويكون عندهم حتى خوف. يكونوا خايفة لتكون مرشوشة أو لشي حاجة. هذا الشيء من حقهم لأنه بزاف ديو الناس اللي يسمح لهم والله يهديهم. تكونوا كي يغشو في سلعة. ودك شي راحرام لا مع الله ولا مع العبد. والتجارة ديالهم راه كما تقولوا كتنقص. وكي جاء الكساد كما تقولو حنا صافي كي جاء الكساد ببقشته كتتكون ميسرة. لأنه اللي كتغش في التجارة وكتغش في بعشرة. راح مع ممر كون علي يقين مع ممر أن السلعة ديالك. أنها غادي تمشي بعيد. وإلا قاعش تشي حتى أنك تقول راه الله. أعلم الله اللي يعلم به. أنه كي يغش ولا شي حاجة يبليك أنه ما عد فين وصل. كون علي يقين بأن راح الله سبحانه وتعالى بيخلي غيت الواحد الوقت. ورا غادي يعطي الحساب دياله في الدنيا وفي الأخيرة. إنما يمكنش الله سبحانه وتعالى يبغيش واحد كي يغشوا كي يغش الناس. فمن غشنا فليس منا. كون علي الزبدة البلدية. هذه هي راكو مونتع واحد السيدة. بالنسبة للطريقة كيفية التعامل مع الناس. هنا أنا كنت بيع الناس. أنا ماشي أنا اللي كنت صاوبها. أنا هنا كنت أخذها عند السيد. اللي عنده الأبقار وعنده الضيعة دياله. وكيصاوبها الرأس وزوجة دياله. وكيصاوبها. كانت كلمة تلكم زبدة بلدية يامية في المياه وصيد برأسه. أنا كنت عرف السيد وكان عرف الزوجة دياله. الناس كيخافوا الله والناس. ماشي يزعم الدون اللي اللي التيب إلا أنا شاتهم كيتيتتعاملوه. لانني جربت البندية لهم الحليب الليبان. البندية لانا كنت ببعض عندي موتتبعين من الدول العربية. نحاول أن نفهمهم في الكلمة لأنني نفهمهم المعلومة كان الحليب اللبن كان نستعمل في المغربة ويأتي تشرب مع الكسكس ويأتي تشربة المغربة ويأتي تشربة المغربة سوف نستعمل لكم ويأتي تشربة المغربة سوف نستعمل لكم كيف يبيع المغربة سمحون الله وكيف يبيعون هذا السيد؟ كما أقول لكم القرعة أو القنينة يبقى في هذا كل البن كأنه محل محل سباغتي بقال هاكوك لاثق أما الحليب خلاص الحليب رائع وبالنسبة للزبدة البلدية بالنسبة للناس الذين يسغلوني من داخل المغرب ولا خارج المغرب يوجد ناس الدوام من هنا للإيطاليا وكيف يجب إيجابها من هنا للسعودية لا تجد أن نجتمع من داخل المغرب والذين تفعلون من الزبدة تقول لك زوينة يصابوا بها السمان والذين يؤديوا الباروك أو أي شيء من المغرب يقول لك أجبنا لديك الزبدة مثلا للسعودية وعجبتها وعجبتها المترجم للقناة 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 المترجم للقناة